اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعليا اذا بدنا نقضي على النموس لازم نقضي على سبب وجوده هلا النموس بحب يعيش في الاماكن الرطبة بحب يعيش في الاماكن فيها مي راكدة الناس اللي عندهم شجر ممكن يرشوا الحدائق فيه نباتات ممكن نزرعها احنا بالحديقة زي الروزماري وهدول الشغلات انا زارعتهم بالبيت مثلا ميرامية هذا الافندر الروزماري هاي النباتات كلها بتبعد الحشرات يعني هي من الحشرات الطاردة عفوا النباتات الطاردة للحشرات اليوم راح نستعمل كل هاي المواد حتى نعمل اذا نقرصنا وعشان ما ننقرص يعني وقاية وعلاج بنفس الوقت اوكي اول اشي راح ابلش بهذا الكريم بارح عملته طبعا هذا الكريم ممكن ندهنه على محلات القرص لما ننقرص بهدي القرص هاد بنفع لكتير شغلات بنفع كمان للاكزيما ولكعوب الاجران الناشفة شميم احلى ريحته غادا هذا طبعا هلا راح احكي للمشاهدين كيف بقدروا يسورا زيت الشجرة زيت شجرة الشاي بالضبط راح نستعملها راح نكون بحاجة لتقريبا نصف كوب من زيت جوز الهند وتقريبا معلقتين كبار من زبدة الشية ممكن تحطوا زبدة الشية ممكن تحطوا زيت لوز في ناس بستعملوا زيت زيتون بهذه الوصفة بصير طبعا وتقريبا معلقتين كبار من شمع العسل ممكن تلاقوه عند اي محل عطارة هلا لانه يعني الاجراء بده شوية وقت فأنا اختصرت الوقت بس هدولا كلهم بتدوبوهم بحمام مائي اللي هو زيت جوز الهند مع زبدة شيا مع الشمع نعم بيدوبوا بسرعة وبس يدوبوا بتقوموهم عجانب وبتضيفوا هاي الزيوت اللي هي اللي رح تعمل مفعول للتبريد والتهدئة للأرز طمام زيت شجرة الشاي طبعا من الأشياء المضادة للالتهابات كتير رح يخفف المحل الأرصى طبعا زيت اللافندر كمان من الأشياء المضادة للبكتيريا وللفطريات كمان كتير ممتاز ورح نستعمل زيت النعنع زيت النعنع كتير رائع كمان لكل شي للحشرات يعني ببعد الحشرات وبنفس الوقت زيت الليمون هاي الزيوت الأربعة هاي رح احطها قدام الشاشة عشان المشاهدين يشوفوهم عشرين نقطة من كل شيء أو ممكن تحطوا عشر نقط حسب الكمية اللي انتو عملتوها وبالآخر بتخلطوهم بتطلع عندكم زي هذا الكريم وممكن تدهنوها يا أنا نقرصت مبارح طلع كتير فالقرص عم بورمنا بصراحة لما تنقرصوا ما تحكوا اضربوا ضرب هيك لما تحكوا انتو بتوسعوا خلينا نقول المادة السمية البسيطة اللي بتحطها النموسة فانتو لما تحكوا بتخلوها تنتشروا بتورم فانتو اضربوا ضرب على محل القرصة عشان تخففوا شوي من حدتها نعم هلأ كمان الناس اللي بيحبوا يوعدوا برا أو حتى لو انتو قاعدين بالبيت ممكن تعملوا هاي الفكرة كتير بسيطة هذا مي مي محطوطة عادية ممكن تحطوا روزماري جوا المي بهاي الطريقة وممكن تحطوا كمشة ريحة من الليمون طبعا الليمون كمان من الأشياء رائعة جدا لإزالة النموس وكمان بتحطوا الشمعة نهاية سريعة ما تطفي الشباب ايوه ان شاء الله انهم ما تطفي فهاي هلأ بس الشمعة تسخن رح تخلت تطلع كلها الرواح وممكن نحط كمان كمان نقمة من زيت الكبش قرنفل اه والله زيت كبش قرنفل أنا هو هذا الاشي اللي أنا دايما بستخدمه لانه انتي قلت مرة بالزمنات انه ازا بتستخدموا كبش القرنفل على شببيك وعلى الأبواب تمنعوا الحشرات من الدخول إلى المنزل صح كنت استعملتها وزبطت معي بالوقت بستعملها والله ممتاز انا الطالبة نجيبة طالبة نجيبة هاي كبش قرنفل طبعا بما انك حكيت عنه ابن حلل هاي هاد طبعا كبش قرنفل وانا حاطته بكحول طبي اسيتون سبيرتو عفوا سبيرتو هلأ شوفت كيف لونه بصير لونه زي الكوفيرتو يعني زي باخد لون خلينا نعم بلاش نشبهه باشي اوكي فهذا كل مكان مخمر احسى اكتر كل مكان ما فعله اوه اوكي بكحول طبي بعدين ايش راح نعمل راح ناخد بخاخ اي بخاخ انا هذا حتى نمنع الناموس اصلا يقرب علينا حلو بالضبط فهلأ شو راح نسوي راح اتقني اساعدك بهذه احطيها هون اوكي كمام هلأ شو راح نسوي راح نصفي شوي من الكبش قرنفل بهاي الطريقة راح نحطه في بخاخ اي بخاخ عندكم ممكن انتو تستعملو اوكي بسم الله اوكي 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 اليوم كله كأنه بالطبيعة عم نشكل وبعدين راح نسكر هذا البخاخ معناته حطينا احنا الكبش قرنفل المنقوع بكحول طبي قدبت للحديو تقريبا يعني خلينا نقول اربع تيام بس هلا من شو بارت ممكن يومين يعطيكي مفعول ممتاز اوكي حطينا جلسرين عشان مفعول الكحول مينشة في البشرة تمام شوي من الالوبيرا اوكي ببعدين هاي صار عنا هذا البخاخ هلا انا ازا بدي اقعد برا برش عفوا برش على الجسم و فورا البشرة بتمتصو هلا احنا لش تعملنا كحول الكحول بتخلي البشرة تمتص الزيوت وبتخلي هاي الأشياء كلها تفوت لجوة بتعطينا حتى ما فعله مدى أطول اللي جليسالين رح يخلوا هذه التركيبة على جسمكم لأطول فترة ممكن طبعا فبهاي التركيبة ممكن أنتوا ترشوها حتى للأطفال إذا عندكم أطفال رشوهم قبل ما يطلعوا على الحديقة قبل ما يناموا كمان هيك بتمنعوا الأرس أنه يقرب عليكم منها الأصل بس ملاحظة صغيرة بالنسبة لهذه التركيبة لأنه أول تركيبة عملناها لليوم بالضبط زيت شجرة الشاي للأطفال كتير كتير صغار البيبيات والحوامل ما يستعملونها هلأدي قوي أه زيت شجرة الشاي كتير قوي أوكي الحوامل بالأشهر الكبيرة مثلا ممكن استعملوها بس الأول الحمل أو الأطفال ببيبيات كتير صغار أكيدنا ما يستعملونها بالضبط هلأ كمان الألوفيرا لحالها بشكلها هاد رائع جدا كمان للأرس يعني بمجرد ما تنقرسوا أي علبة الألوفيرا عندكم فورا بتحطوا على محلات الأرس فورا بتهدي الألوفيرا عندها خاصية لقبض الجلد وتخفيف الورم وتخفيف الحكة والإحمرار فرائعة جدا خلوها دايما عندكم بالبيت الألوفيرا لازم تكون بكل بيت الأدماء لها فوعد تمام هلأ كمان في عنا أنا مرة عملت حلقة كاملة ما حكيناش عن هاي اللطاشة هاي اللطاشة طبعا هاي السلاح السحري هلأ بهذا الوقت فدايما نخلو عندكم محدة بدلا ما استعملوا مبيدات وتعدوا ترشوا تخنقوا كل البيت فهاي كتير يعني فعالة وعملية حتى اللطاشات الكهرباء برضو كتير ممتازة نعم ها كان له قصة اللي بيحبوا يرجعوا لليوتيوب موجودة القصة بالزبط هاد اسمه خل اللصوص الأربعة تمام هادول اللصوص الأربعة كانوا أيام ما امتشر الطاعون بأوروبا كانوا يروحوا يأربع الجثث اللي فيها أمراض وكانوا يسرقوا أسنانهم الدهب يسرقوا كل مقتنيات لجثث وما كان يمرضوا كان لواحد منهم طبيب هو اللي اخترع هالطريقة واكتشف انه فيه مواد أو فيه شغلات تبهارات وعشاب بالطبيعة بتعطينا كتير مناعة ان نمرض فكان هذا الخل اسمه خل اللصوص الأربعة اوكي اعطينا مناعة ممكن كمان الصغار والكبار يستعملوا ممكن خارجي أو داخلي تمام بس هو بده شوية طولة بال هلا هذا خل تفاح طبعا اوكي وراح احط جواته اشفي عندكم اعشاب كتير فعالي هادة مثلا ميرامية ميرامية سوري طبعا كلما كان عندكم اشياء ناشفة يعني اعشاب ناشفة بتكون مفعولها كتير أقوى يعني بتكون كل الاشياء اللي فيها مركزة أكتر هادة لافندر كمان زعتر ناشفة اذا عندكم اذا عندكم روزماري طبعا بالحديقة برضو بتقدروا تحطوه هاي الاشياء كلها العشاب طبعا وجودها بالبيت كمان كتير مهم طبعا تمام وكمان راح نحط كبشة روفل طبعا راح نحط تقريبا كمشة مثل هيك خل تفاح عادي خل تفاح عادي بالزبط هلأ شو راح نسوي راح نخلي هاي التركيبة كلها عندنا ممكن على حفة الشباك او على كونتر المطبخ وكل يوم راح نخطها بهذا الشكل طبعا هي مسكرة عادي مش مشكلة احنا بدنا نستخلص كل الزيوت وكل المواد المغزية واللي بتعطينا مناعه بتعطينا هاي المفعول اللي خلينا نقول اللي بيحمينا من الامراض بيخل التفاح كلها راح تطلع راح نخليها من ثلاثة لأربع أسابيع اه اوكي اه على المفروض طبعا تكونوا مغمورين لان حاملتها بالشنطة بس هي المفروض تكون مليانة وتنغمر كل الأعشاب جواها تمام بعد ثلاثة لأربع أسابيع ممكن برضو نصفي هذا الخل ممكن ندهنه على أجسامنا ممكن نحطه تحت قنوفنا ممكن نخلطه مع كريماتنا إذا بدنا حتى إذا بننقعد برا وكمان ممكن نشرب منه كمية صغيرة الصبح مثلا بعطي بعطي مناعة قوية للجسم بالإضافة لأنه خل التفاح كتير في ناس عم بيستعملوا بس اللي عندهم طبعا معدتهم شوي يعني حساسة ما لا يفضل لأنهم ياخدوا استعملوا بشكله الخارجي تمام إذن سميرة اليوم إحنا مرينا على أربع وصفات مختلفين صحيح زائد حكينا عن فوائد كتير من الأمور الموجودة ببيتنا نظبط وأهم إشي أنه الرزمري يعني هادي من الأعشاب اللي أنت تنصحينا دائما أنه تكون موجودة إذا في عنا حديقة إذا في عنا قوار صغير موجودة على صح على بل كلتنا أنه نزرع الرزمري لحتى كمان نمنع الحشرات من إنها نظر ممكن حتى ممكن إذا عجارتك عندها إذا أي حدا عنده ممكن تأخذ ضمه وتحطيها بالبيت غيري ميتها كل كم يوم الرزمري بالبيت هو اسمه نبات الحكمة أصلا فهو بعطي حتى الشباب اللي عندهم أو الطلاب مش الشباب يعني اللي عندهم امتحانات بتأوي الزاكرة حتى في ناس بشربوها طبعا إحنا منحطها مع اللحن ومع الجاج بأثناء الطبيق بس وجودها حتى في البيت غير إنه بمنع الحشرات كمان بعطي جو كتير حلو يعني هي نبات الحكمة اسمها مش من من الفراغ يعني نعم أو روزماري يعني إلها كتير أسماء أو إكليل الجبل نعم طبعا هاي كل هالأسماء لك شكرا جزيلا سميرة شكرا على كل هذه المعلومات وإن شاء الله يا ربي دائما يعني يبعد عنا كل الأمراض والحشرات المؤذية